الحياء كان خلق من سيدنا النبي ده مش بس خلق عادي ده كان أشد حياء من البنت العزراء اللي لسه متجوزيتش يا ما سبق لهاش جوازة في خدريها يعني ما بتنطقش تتكسف تنطق تتكسف حتى تعبر عن رغبتها لما تسأل في الشيء النبي كان كده عليه الصلاة والسلام هل يمنعه الحياء أن يطالب بحق غيره لا ما منعوش بس بحق نفسه في بيته أنه ما تلقوش ما تلقوش يمشوا بقى بعدم أكلتم كان بيمنعه فما نلومش عليه بقى وما تلومش على حد إنما تلاقي عنده حياء ما تلوموش على هذا الحياء ده النبي نفسه وقع في هذا مع أنه كان مأذي ويقوم ربنا سبحانه وتعالى يشوف حب ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام ما يسيبوش في الورطة دي إنصح التعبير هو أنها سيب النبي يتئذي ويتئذي من مين؟ من أهل إيمان يدخلوا بيوته في أي وقت ولا يدخلوا بيوته واستنوا الأكل لما ينضج ولا يدخلوا بيوته ويعدوا يتكلموا بعد ما يأكلوا والنبي مأذي أنا مش يسيب نبي يتئذي لا 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 ده أنا حطيت عقوبة كبيرة أولي ليئذي النبي ما ربنا اللي قالنا كده إن الذين يؤذون الله ورسوله وجمع وقارن بين إيذائه سبحانه وإيذاء نبيه فما يؤذي النبي يؤذي الله وما يؤذي الله يؤذي النبي فالاتنين أهو واحد أنا مش بشرك أنا أقرر حقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام طاعته من طاعة الله كفر به من الكفر بالله إيذائه من إيذاء الله خلي بالكم الموضوع كبير ما هو الصغير خلي بالكم واذا يقولون إن الذين يؤذون الله ورسوله لعناهم الله في الدنيا والآخرة يعني حتى مش هيستنى جزائهم في الآخر في الدنيا قبل الآخر وهيجي دا بعد شوية إن شاء الله في الحلقات بتاعتنا فربنا ما سأبوش مأذي يرفع عنه الحرج وينزل قرآن دا حتى ما ينزل شي يعني رؤي حتى ولا بتعفى النبي يقول لهم والله أنا شوفته وجبريل جالي وقال لي ويبقى حديث كنوسي دا قرآن دا قرآن لا أنا مش هسيب النبي يؤذى دا دا محمد هو أي حد عليه الصلاة والسلام مش هسيبه يؤذى فينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة ونتعلم نحن منه إنه ما تستحيش من الحق طب ماذا لو استحيتما هتعمل إيه لو استحيتما الحق في خاصة نفسك خلاص أنت حر أنت وشأنك لكن في حق غيرك لأ والنبي الكريم لم يكن يستحي من الحق في حق غيره ما سباش هذا أبدا كان يطلب الحق لغيره مهما كان هو نفسه كان يتنازم لشخصه عليه الصلاة والسلام وإحنا شفنا شفنا إن ستين حفصة لما زعلت أنه عاشر ستين مارية أمته وأم ولده فيما بعد في يوم حفصة فالنبي عشان يراضي حفصة حرمها على نفسه ينزل القرآن يقول له لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مضاة أزباجك؟ لا ما ينفعش حلفت؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بس محدش يلومني أنا بقى لما يبقى عند شوية حياء ولو الله أنا مش أقدر أعمل المضوع الثاني مع إنه مباح عشان أنا بس مكسوف أو مستحي أو أنا خايفة زع الحد مش عيب ده أخلاق هذه أخلاق تراعة لكن لما يبقى حاجة للغير ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف أبدا لما يبقى حاجة تأذي الغير أو حاجة توضيك الغير أو حق للغير كان يسأل وكان يطلب وكان يعمل ما عليه عليه الصلاة إنما في خصة نفسه كان يستحي عليه الصلاة والسلام يستحي حتى يعبر عن اللي بيأذيه صلى الله عليه وآله وسلم في جانب التشريع خلاص ما فيش أزم عشان كده لما الكرآن نزل يقول له وتخفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس تخشى هنا بمعنى الاستحياء برضو مكسوف هيقول إيه محمد الجوز مرات ابنه مطلقت أو طلقت ابنته ابنه ما ينفع ما احنا عارفين مرات الابن خلاص انتهت بقت بنتك مات طلق هي بنتك خلاص ما عادش ينفع ما عادش ينفع ده مرة والله أنا آسف جدا يعني حوالي أسبوعين ثلاثة حد باعت يقول يعني ده ابن مات ومراته بعده اتجوزت وبعده اتطلقت ينفع بقى اتجوزها يا أخي هي بنتك هي بنتك اسعى انها تتجوز وتسعى ربنا يسعدها وساعدها ما يجرىش حاجة عشان بس برضو الناس اللي عندهم حتة غيرك ايه ده ما يقولك لا لا مرات ابنها تتجوز غيره ما ينفعش لا يا سيدي لا يا سيدي انت تبقى غلطان ولا ما أخذ يعني انا قاسب بخرج عن موضوعات يعني بس بتيجي الامور بيستدعيها العقل مع الحديث يعني لا ما تعنتش ما توكعش مرات ابنك في العنت اذا لا قدر الله مات يعني نسأل الله العافية رب اللهم لا تبلونا بمثل هذا وارحمنا جميعا برحمتك لنا وكل مشاهدين يا رب اللهم أمين فيقوم يقوله كده يقوله لا هتتجوزها وهو مكسوف يقول مكسوف هذا معنى كلمة تحشى الناس ومش خايف منهم هو مكسوف حياء حياء في خاصة نفسه ينزل القرآن يقوله وتحشى الناس والله وحقه أن تحشاه ما ينفعش المهم الله تعالى قال لنا بقى النبي بيستحي فمش قادر يعبر مش قادر يقول لكم بيعمل بس بيخرج ويطلع بحس تحس أنتم أنتم حستوش أنا بقى بقول لكم والله لا يستحي من الحق فلأنه حق قد أخبرتكم به لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ولما تروحوا تروحوا على المعاد بالضبط ما تستنوش الطعام لما ينضج وتستنوا ساعة ولا اثنين لحد ما يخلص خلصتم امشوا ولا مستأنسين لحديث فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث في قول ربي فهمنا أن سيدنا النبي يستحي مدم هم بشر فالحياء خلق عظيم من أخلاق البشر